موسيقى موسيقى مشاهدين مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في هذا البرنامج الخاص تواصل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة مدى أنشطتها وفعالياتها الدينية وتنظيمها في جهات القارة الأربع ويأتي تنظيم المراحل الإقصائية للنسخة الخامسة من المسابقة الوطنية المسابقة أو مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله في أديسة بابا لتعكس الروابط الدينية والروحية العريقة بين المملكة وعمقها الإفريقي وتبرز ريادة إمارة المؤمنين في مجال تحصين الموروث الديني الإسلامي ورعايته وإشعاعه من خلال هيكلة علاقات التعاون الديني في المجال الإفريقي وتنظيم الملتقيات والمسابقات والأحداث الدينية ويجسد هذا المسار حرص أمير المؤمنين على تحصين الخيارات المذهبية للمسلمين الأفارقة بخصوص وحدة المذهب والعقيدة والطريقة وتأتي المراحل التحضيرية للنسخة الخامسة من المسابقة مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله لتشهد على جهود العناية بالقراءة والمقرئين وتشهد أيضا على الإشعاع الإفريقي للمدرسة المغربية في القراءات من حيث الأداء والإسناد من باب القرآن الكريم وأكرم به من باب نعبر اليوم للحديث عن الروابط الدينية والروحية بين المغرب وعمقه الإفريقي الواسع عمقها وتحدياتها ويسرنا للحديث في هذا الموضوع أن يكون معنا الأستاذ محمد البخاري أستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية وهو أيضا عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط ويكون معنا أيضا اليوم في هذا الستوديو الأستاذ عبد الكامل بول عمان عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط وينضم إلينا أيضا هنا في الستوديو الأستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات ضيوف الكرام أهلا بكم جميعا قبل أن نبدأ هذا النقاش أقترح عليكم مشاهدين الكرام هذا الروبرتاج من إعداد مراسل ميدي أنتفي في إثيوبيا أحمد رياض حول مجريات المراحل الانتقائية للنسخة الخامسة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترثيله في أديسابيبا اختتمت فعاليات مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء لفارقة في حفظ القرآن وترثيله وتجويده في دورتها القامسة التي تصطيفها أديسابيبا للمرة الثانية بإعلان أسماء المائزين بالمراكز الأولى في فروح المساعدة تنترج هذه الفعالية في أديسابيبا في إطار سلسلة لقاءات تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عبر إفريقيا بصفة عامة وهنا بإيثيوبيا بصفة خاصة حيث هذه ثاني مبادرة في إيثيوبيا بعد المبادرة الأولى السنة الماضية لإقصائيات مسابقة ترتيل وتجويد القرآن الكريم هذه الدورة التي ولله الحمد تمت بين مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة فرع إيثيوبيا وبين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإيثيوبيا والتي كانت ناجحة بجميع المقاييس حيث شارك فيها حوالي 52 مشاركا من مختلف الأعمار ولله الحمد عبروا عن مستوى عالي جدا من الحفظ ومن التمكن ومن حسن الأداء والقراءة حفل تكريم المجيدين من الطلاب ممن وصلوا لمربعات الفوز كشف عن مواهب طلابية تمكنت من حفظ أجزاء من القرآن الكريم وإتقان التلاوة والتجويد أولا الحمد لله دائما وأبدا وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله وأشكر أيضا مؤسسة محمد السادس وأشكر أيضا معلمي الذي أفخر به دائما هذا فضل من الله وبعدين أشكر معلمي الذي ورغى هذا النجاح وأشكر والدي وأشكر مركز الشيخ علي صوفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسابقة في بعدها الآخر تساهم في عداد أجيال قادمة على المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم المحلية والدولية في البداية أقدم شكري واعتزازي لأستاذ عثمان سكيلي وأعضاء الوفد وللحكومة المغربية على أن اختارت بلاد النجاشي وبلاد بلال بالرباح لإقامة الدورة الخامسة لهذه المسابقة وإن كانت هذه الغاية جاءت متأخرة وكنا نتفاعل فيها منذ الكديم لكن بدأت التحقق وبدأت المشوار وأنا طبعا من قبل شهر ونص لما بلغني الأستاذ عثمان أنا كابت هذه الدورة في الحبشة وبالتاع المال مجلس العلا فرحمت به ترحيبا حرا تقريب المجيدين يعطي حافظا للأجيال الناشية للاهتمام بكتاب الله عز وجل وتدبر آياته وحفظه بل كان هذا الروبورتاج مراسلين في إثيوبيا أحمد رياض أستاذ محمد البخاري أبدأ معكم ورحب بكم من جديد طبعا هذه المسابقة الإقصائية نظمت في إثيوبيا بعيدا جدا عن المغرب ما السياق الذي تأتي في هذه المسابقة بهذا البعد القاري الجامع والواسع أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين هذه المسابقة تأتي ضمن فعاليات كثيرة تنظمها هذه المؤسسة العلمائية المؤسسة العلمية مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظمها في شتى بلدان القارة الإفريقية لأن هذه المؤسسة تبلغ فروعها الآن حوالي 48 فرعا وكلها تشتغل يشتغل علماؤها في هذه المؤسسة الجامعة لهؤلاء العلماء الذين يوحدهم المذهب العقادي والفقهي وأيضا والسلوكي وتجمعهم اختيارات دينية مشتركة منذ قديم الزمان ولذلك المؤسسة ترعى دائما بشكل منتظم من فعاليات وأنشطة علمية في مختلف المجالات ومن تلك الفعاليات ندوات ولقاءات ودورات تكوينية وأيضا ومسابقات الغرض من هذه المسابقات هو تشجيع الناشئة وتحفيزهم يعني عندها دور تحفيزي وعندها أيضا دور تكريمي وتكريم المتفوقين فيتشجع الشباب وأيضا تكرم المتفوقين والمتميزين وهذه المسابقات منها هذه المسابقة مسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وأيضا مسابقة أخرى في حفظ الحديث النبوي الشريف وأيضا مسابقة أخرى في مسابقة بحثية للباحثين والدارسين يعني ينجزون بحث في الثوابت الدينية مسابقة متعلقة بالثوابت الدينية المشتركة المغربية الإفريقية وأيضا مسابقة أخرى في التراث الإفريقي المخطوطات والتراث والتأريخ الإفريقي وعموما من هذه المسابقات وأولها وأقدمها وأكثرها نجاحا مسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وهذه الدورة الرابعة هذه الدورة الرابعة تأتي بعد دورات سبقت كل دورات تقام فيها الإقصائيات في شتى فروع القارة الإفريقية في شتى البلدان وثم تكون النهائيات كانت النهائيات في الدورة الأولى في فاس وفي الدورة الثانية أيضا في فاس والدورة الثالثة كانت نهائيات بمسجد محمد السادس بدار السلام بطنزانيا ثم الدورة الرابعة أيضا كانت النهائيات في رمضان قبل الماضي بفاس ثم أيضا اليوم نشهد نحن على أبواب ختام المسابقة الدورة الإقصائية واليوم هي في أديس أبابا في إثيوبيا وهي مسابقة تتوزع على ثلاث فرع لأنها مسابقة لها رسالة شريفة لأنها مدخلها ومادتها القرآن الكريم وتعتني بالقرآن الكريم وحملته وحفظته فرعها الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا برواية ورشين ورواية ورشين باعتبارها هي الرواية الأقدام والرواية التي كانت عبر التاريخ أكثر شيوعا في إفريقيا خصوصا في غربها والمؤسسة ترعى هذه الرواية والمغرب باعتبار قرائه هم حملت هذه القراءة ويعني له مسؤولية تاريخية أيضا يدعمون هذه الرواية ويشجعون عليها لكن المؤسسة أيضا لا تقتصر في مسابقتها على رواية ورشين وإنما تدعم وتشجع كافة الحفظة ففرعها الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملا بإحدى الرواية الأخرى سواء منها رواية حفصين السبعة أو العشر نعم لا برواية واحدة منفردا في غالبية تكون قالون عن نافع أو حفص عن عاصم أو الدوري عن أبي عمر البصري وربما قنبل عن ابن كثير ثم فرعها الثالث هذا للحفظة المبتدئين كما أنها تشجع الحفظة المنتهين الذين يحفظون القرآن كاملا لها فرع ثالث تشجع الحفظة المبتدئين الناشئين الذين يحفظون بعض القرآن جزءا منه فهي في حفظ خمسة أحزاب من القرآن الكريم مع التجويد والترتيل والتحسين شكرا لكم أستاذ محمد البخاري على هذا الحاطة الشاملة في الواقع بهذه المسابقة ذات البعض القاري الواسع أستاذ عبد الكامل بولعمان أرحب بك معنا هذه المسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده هل هي الكل في هذا التعاون أم أنها جزء من كل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين وسلمة سليما كثيرا لشك أن هذه المسابقة هي جزء من كل وهي تجل من التجليات التي تجسد مد جسور التعاون بين المغربي ودول إفريقيا هذه الجسور التي تضرب بجذورها في تاريخ مجيد قديم منذ دخول الإسلام مع الفتح الإسلامي في القرن الأول مع سيدنا عقوب بن نافع الفهري التابعي سنة خمسين هجرية وحقيقة أن الإسلام تجرة الإسلام قد تم غرسها في المغربي منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات عندنا في المغرب عندما رحل أسبعة رجال من رجراجة إلى جزيرة العربية والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم ورجعوا ونشروا الإسلام في القبائل آنذاك فتدين المغاربة هو ليس تدينا جديدا بل شجرة الإسلام قد غرست في المغرب منذ القرن الأول بل منذ السنوات الأولى من بعتة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رحل هؤلاء الصلاحاء المسألة الثانية وهي أن هذه الجصور التي تجمعنا مع إفريقيا هي جصور تعاون وجصور مؤازرة لأن المغرب في الحقيقة هو منارة في شمال إفريقيا من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية وهذا باعتباره يحتل موقعا استراتيجيا فهو بوابة على إفريقيا وبوابة على أوروبا والمغرب ظل تاريخه مع إفريقيا ممتدا حتى في عصر المرابطين عندما قام المرابطون بنشر الإسلام في بعض دول إفريقيا كذلك في عصر السعديين ثم كان العصر الدولة العلوية الشريفة التي عرف عصرها عصر امتداد لهذه الأواصر التي تربطون بإفريقيا فإفريقيا هي في قلب المغرب والمغرب في قلب إفريقيا والتاريخ يشهد على ذلك شهادة موثقة بالآثار وبالأدلة إلى غير ذلك لكن ما ميز العصر الحديث خصوصا في عهد مولانا أمير المؤمنين جلالة المالك محمد السادس حفظه الله وهي هذه النهضة في التواصل مع إفريقيا خصوصا في مجال الشأن الديني في عصرين أصبح الدين يسرام عليه المنتحلون والمبطلون والغالون فكان للتجربة المغربية الرائدة في هيكلة الشأن الديني تأهيلا يمكن المغرب من موقعه أن يمد إفريقيا بهذه التجربة ليؤثر مجالها الديني وهذا التأطير هو جاء برابة هؤلاء الأفارقة الذين يحبون أمير المؤمنين ويرون فيه حامي هذه الملة وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى قد خص بها أهل المغرب ولذلك كانت زيارة مولانا أمير المؤمنين خلال السنوات الأخيرة إلى أفريقيا زيارة مباركة تم من خلالها إطلاق بناء عدد كبير من المشاجد في هذه الدول مثل مالي والقابون والسينيغال وغيرها مع ما صاحب ذلك من توزيع عشرات الآلاف من المصحف المحمدي الشريف ويتبع ذلك من نشر المذهب المالكي الذي يوحيدنا في هذا السياق أشكرك مستدى عبد الكامل بولعمان هذا في الواقع يأخذنا إلى تفصيل مهم جدا في الواقع هو أكثر من مجرد تفصيل وأنه صحيح أن العلاقات الدينية بين المغرب وعمق الإفريقي هي ممتدة في التاريخ أستاذ سعيد خمسي لكن هناك اتجاه واضح منذ سنوات عديدة وهناك في الواقع رؤية لهيكلة هذا التعاون الديني في إطار مؤسساتي ما الذي أثمرته هذه الهيكلة المؤسساتي للتعاون الديني بإشراف أمير المؤمنين الملك محمد السادس صحيح سيد محمد مساء الخير سيد محمد مساء الخير سيد العلماء مساء الخير للمشاهدات ومشاهدي ميديا أنت فيه أعتقد أن كم بشروا سيد العلماء أن الرابط الروحي تقافي الديني كان دائما تابتا وهذا فيه كتب فيه الكثير والشواهد كثيرة ما أستطلح عليه بالرؤية العالمية لإمارة المؤمنين فيما يخص شأن الديني في إفريقيا هي ضمن النسق نحن وقراءتها في اعتقادي ستكون ضمن هذا النسق لأن الإشارة بسيطة ونرجع إلى هذا هو أن مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في ثنايا وطائقها تستبطين قضية من غير الجانب الروحي وهو سؤال تنمية وتنصيص صريح على أن واحد من أركال اشتغال دينها هو قضية خدمة الاستقرار وخدمة التنمية قلت هذه الرؤية العالمية لإمارة المؤمنين فيها ثلاثة الأشياء في اعتقادي كبيرة اللولا هو إعادة الاعتبار للتديل الإفريقي لخلال الموجات التي عرفتها الفكر الإنساني السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن العشرين تم تغييب صوت الدين الإفريقي بل تم تقديمه أحيانا على أنه تديون ضعيف وانتصرت نظرات أو زوايا أخرى للتديون وكانت تظهر كثيرا في الظاهرة القراء لأن المنشوف السبعينات والستينات من القرن الماضي الذي كان ينتصر هو الصوت الشرقي إن صح التعبير وكان الصوت الإفريقي والصوت المغربي والقراءة الإفريقية كانت على الأقل لا توجد فسائل الإعلام وهذه إشارة أساسية وهدتي في السر باب من أبواب الاشتغال العميق على خدمة القرآن حفظا تجويدا مسابقة توزيعا قل فيه ما شئت ولكن الأساسي فيه هو إرجاع الاعتبار لهذا الإفريقي اللي الآن نكتشف بأنه من أجمل الأصوات في العالم وبأنه مشيذك الصورة اللي كانت عندنا على أنه واحد القراءة معينة هي اللي تستحق أن تخرج لجمهور العريض وهؤلاء اللي سبق الرأى الآن هذا الأمر الأمر الثاني هو أدد الدخول دمنا نسق أكبر اللي هو خدمة السلم العالمي يعني نحن الآن لما تنطلوا في جانب الهجرة تلقاوا في جلالة الملك عنده الصفة رائدة لهجرة في إفريقيا لما تنطلوا في تنمية تلقاوا عنده الصفة تنمية بالتالي يجمعتي هذا النسق كامل ويرجعنا للمحطتين خطاب ديال جلالة الملك 30 أبريل 2004 اللي كان مؤسس لهيكلة الحقل الديني كانت فيه إشارة قوية لأن في المقدمة الخطاب جلالة الملك وحد القائد قال بأن في جانب ديال الدولة هذه طبيعي ما أقوم به طبيعي وهي مسؤولية عادية في متابعة السياسة العمومية والسياسة العامة وما إلى ذلك لكن في الجانب الروحي هناك مسؤولية أكبر وأعتقد أن 2004 كانت سنة أو لحظة الانطلاق الأولى للتصور العام لهيكلة الحقل الديني المغربي طبعا دائما أقوله فهذا البلاتو تنقل بأن إمارة المؤمنين هو مفهوم أكبر من الجغرافية يعني ماشي من طنجة القويرة هو مفهوم روحي يمتد لكل من يؤمن بهذا المفهوم لجي اللحظة ديال 25 يونيو 2015 ديال إعلان ديال ميلاد مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الكثير كان يعتقد أن هذه المؤسسة تكون مؤسسة تقنية وتجيب فرسو نماذج معينة ربما قد لا يمتد تكثيرها إلى عموم إفريقيا إذا بنا الآن نتحدث لأن ما تتكلموا على 48 دولة ستا الدول اللي بقات الآن جوجلت لا تراهم في الطريقة رمضان القادم إن شاء الله سيكون الإعلان على الآن ضيما مديل ثلاثة وهذا بمعنى أنها أصبحت ربما هي المؤسسة اللي عليها الأكثر جماع الإجماع في إفريقيا والأوسع عن تشارة هي مؤسسة تتهم أكثر من 400 مليون مسلم في إفريقيا معنى أن هذه الأرقام ماشية بسيطة وما تقوم به يعني من 2015 إلى الآن هو أكبر من المتوقع طبعا استفدات من بنية احتياء راكم هاته المملكة المغربية على مستوى الحق الديني استفدات من رصيد تاريخي ضخم اللي سهموا فيه المغاربة يعني كما شاروا السادة العلماء منذ بعتد سيدنا رسول الله واستفدات من حاجة أفرزتها ظروف إفريقيا للنموذج المغربي طيب سنتوسع أكثر في أبعاد هذا النسق الذي أشرت إليه أستاذ سعيد الخمسي أستاذ محمد البخاري هناك جوارب متعددة في الواقع لأوجه هذا التعاون الذي الآن يستفيد من هيكلة مؤسساتية واضحة وأيضا بإشراف من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بالقرآن وعلوم القرآن الكريم والقراءة المغربية وعلاقاء وانتشارها الإفريقي ما هو حجم أو قيمة المشترك الذي لدينا نحن في تراثنا في قراءتنا مع مجالنا الإفريقي نعم هو المشترك الديني الذي هو الدين الذي يجمعنا هو الإسلام أساسه القرآن والإسلام كان يدخل دوما إلى كل الأقطار بالقرآن وكان القراءهم حملة الدين وهم مبلغوه وهم الفقهاء وهم الذين نشروا الدين وبلغوه ولذلك كان القرآن دوما هو الذي يجمعنا ودوما هو الأساس المشترك الذي لا خلاف فيه قد تكون هناك فروقات في بعض الاختيارات الجزئية وكذا ولكن القرآن دائما يبقى جامع مجمع عليه لا اختلاف فيه وتاريخيا إذا نظرنا عبر التاريخ وجدنا أن كل من كان يقرأ القرآن في بلاد إفريقيا خصوصا في غرب إفريقيا بالأخص كان سنده في القراءة لا يمر إلا عبر المغرب بل يذكر أهل الاختصاص بهذا الشأن أنه إلى حدود سنة 85 و 900 و 1000 لم يكن هناك حرف من القرآن يقرأ في إفريقيا إلا بالسند طبعا القراء الذين يقرؤون بأسانيدهم المعتبرة الشيخ الذين يتصدرون للإقراء كلهم كانت أسانيدهم ترجعوا إلى المغربي وهذا كان منذ الإسناد الإفريقي كله إلى الآن الأسانيد في القراءات كلها ترجع إلى الشيخ أحمد بن الحبيب اللمطي المغربي عن طريق تلامذته الذين نقلوا القرآن إلى بلاد شنقيط وما وراءها وبلاد غرب إفريقيا والسودان وما إلى ذلك فالقرآن والاختيارات القرائية وما نقرأه والرواية مشتركة والطريق مشترك والوجوه الأدائية مشتركة وهذا لا يزال مستمرا وهذا لا يزال مستمرا إلى يوم هذا لذلك ذكرنا نحن إلى سنة 85 و 900 و 1000 لأنها بعدها بدأت تأثير الرواية المشرقية يدخل في إفريقيا يعني بدأت الحركة الإقرائية يعني تتنوع روافدها لكن الأصل هو رواية ورشين والآن القراءة إفريقيا هم يعني كثير منهم يعبر عن حاجة ماسة إلى إحياء وإلى دعم وإلى تقوية يعني القراءة برواية ورشين طبعا زاحمتها شيئا ما رواية حفص في بعض الدول الإفريقية في سنوات بسبب انتشار تسجيلات والقراءات والمصاحف التي كانت توزعوها كذا بالرواية حفص لكثرتها انتشرت شيئا ما رواية حفص في إفريقيا في الحواضر فقط لكن البوادي ولكن القراءة إلى يوم هذا لازلت تقرأ برواية ورشين ويغلب عليها رواية ورشين لكن الآن في هذا الزمان ومع هذا الجهد العلمائي ومع هذا التكامل والتعاون بين علماء القارة نشهده يعني اتجاها كبيرا وواسعا عودة إلى القراءة برواية ورشين وهذا يدعمه أن كثيرا من الطالبة اليوم يأتون إلى المغرب ليواصلوا دراساتهم سواء في التعليم العتيقي في مدارس التعليم العتيق العامة والخاصة المنتشرة في ربوع مملكتنا الشريفة أو في مثلا في معهد محمد السايسي تكوي الأئمة المرشدين والمرشدات وأيضا يدعم هذا أيضا المصاحف التي توزع في كافة بلدان الإفريقية سواء منها المصاحف المرتلة أو المصحف المكتوب المصحف المحمدي برواية ورشين الذي هو الآن من أفضل أو أفضل الطبعات في رواية ورشين فالمشترك تاريخيا أن كل من يقرأ القرآن في إفريقيا والأساند الإفريقية كلها تعود إلى المغرب شيخا عن شيخ شيخا عن شيخين هذا منذ الزمان الأول بل كل الاختيارات بل حتى المصادر في الرسم والضبط كلها مصادر مغربية ومصادر لمن درس عند المغاربة وأيضا في الوقف يعني الأكثرية الآن يقرؤون في إفريقيا يعني من الذين قرأوا بالطريقة العتيقة بالوقف الهبطي المعتمد يعني عند المغاربة أيضا في كل مجالات القرآن وعلومه وأيضا إذا انتقلنا أيضا إلى المجالات الأخرى يعني في الحديث في الفقه ويعني المرجعية فيه المرجعية المالكية والمتون التي تدرس كل هذه المتون يعني التي تدرس أيضا في المغرب ثم أيضا إذا انتقلنا إلى السلوك والتربية والتصوف والطرق الصوفية هذا أيضا باب واسع جدا وأيضا الأساند في كل هذا ترجع وتعود إلى المغرب بل الإسلام دخل إلى بلدان إفريقية كثيرة على يد يعني كثير من الطرق الصوفية التجانية والقادرية وغيرهم هم الذين نشروا الإسلام هناك والأساند كلها تعود إلى المغرب فالروابط روحية قديمة ومرتبطة سواء بمشيخة العلماء في المغرب وأيضا مرتبطة بأمراء المؤمنين في المغرب عبر التاريخ وليس هذا حديثا وإنما إذا نظرنا في التاريخ نجد أن كبار العلماء في إفريقيا كلهم كانوا يدرسون في القرويين ويدرسون في فاس وفي مراكوش وأيضا نجد مثلا الأديب مثلا أبا إسحاق إبراهيم الكانمي يعني مثلا كان في الزمان الموحدي كان يعني من ضمن يعني أصحاب الخليفة يعقوب المنصور وأيضا في الأهدي السعدي وفي الأهدي العلوي وأيضا حتى كبار شيوخ التصوف في المغرب الشيخ مثلا الدباغ يعني من شيوخه الشيخ عبدالله البرناوي وهو أيضا يعني إفريقي فكان هذا التلاقح وهذا التعاون بين المغرب وإفريقيا قديم جدا والروابط يعني متماسكة ويعني لها قدم ضارب في التاريخ وما الجهود ليهم إلا يعني إحياء ووسط وحفاظ على إرثي الآباء والشيوخ الذين سبقوا في هذا الباب شكرا لكم أستاذ محمد البخاري وستاذ عبد الكامل بول عمان طبعا نتحدث عن المشترك لكن ماذا عن مقاومات هذا المشترك أو خصوصيات هذه المقاومات فيما يتعلق بالمذهب العقيدة والطريقة وغير ذلك مما يجعل الاشتغال هو اشتغال على أساس يبنى عليه نعم كما قال أستاذ فاضي الخمسي أن إمارة المؤمنين هي تتجاوز الحدود الجغرافية فيتأخذ معناها الروحي الذي يستقطب كل من يعشق هذا النظام نظام إمارة المؤمنين بتقلها التاريخي وبمدلولها الديني وبعدها الروحي ولذلك فمن وظائف هذه وظائف إمارة المؤمنين حفظ الدين وسياسة مصالح الدنيا وهذا الجمع بهذا الإقاع المتوازن يصعب أن يتحقق من منظور آخر ولذلك النموذج المغربي في التدين استطاع أن يحقق الاعتدال والوسطية في تدبير الشأن الديني وفي الانفتاح على مجالات التنمية في المجال الدنيوي ولذلك إشارة من أستاذنا الفاضل قبل قليل إلى الخطاب الملك السامي 30 أبريل سنة 2004 فيه توجيه ملك السامي يؤصل لهذا المعنى الذي ذكرناه ويضع القواعد والأركان حيث يقول مولانا أمير المؤمنين في هذا الخطاب وهذا مقتطف منه وإذا كان من طبيعة تدبير الشؤون الدنيوية العامة الاختلاف الذي يعد من مظاهر الديمقراطية والتعددية في الآراء لتحقيق الصالح العام فالاختلاف في المجال الدنيوي هو صحي لتطوير العقول ولتطوير العطاء وللدفع بقاطرة التنمية إلى الأمم فإن الشأن الدنيي على خلاف ذلك الشأن الدنيي عندما تدخله تلوث الخلاف سيفسد الود وسيفسد العلائق نعم هناك اختلاف في مجالات علمية عند الفقهاء في الدراسات في البحوث الأكاديمية هذا شيء آخر ولكن في التدين العام الاختلاف ليس بسحي ولذلك قال المولانا أمير المؤمنين فإن الشأن الديني على خلاف ذلك يستوجب التشبت بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالك السني الذي أجمعت عليه الأمة ولذلك لذلك يعني أفريقيا يعني بدولها أصبحت تارى في النموذج المغريبي في التدين وفي هيكلة الشأن الديني نموذجاً من شأنه أن يحصن شبابها ومجتمعاتها من التشردم ومن الفرقة خصوصاً وأن طابع الاجتماعي للمجتمعات الأفريقية أنه طابع قبالي فيه يعني تجزء كبير فلو أخذت كل قبيلة لوناً لها في التدين فلو وجدنا أن كل قبيلة ستنكر على الأخرى ولو وجدنا من التطاحنات التي يمكن أن تفسد الوحدة التي هي أساس التنمية وحدة المذهب ووحدة العقيدة ووحدة الطريقة أيضاً إذا جاز لي أن أقول ذلك وهذا الانسجام على الأقل تنوعه هو الذي يسمح للمغرب اليوم بأن يبني ويهيكل تعاون ديني مع فضاء الإفريقي على أسس متينة وأن تحقق مؤسسة مثل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة نجاحاً باهراً في بضع سنوات فقط منذ تأسيسها بهذا الانتشار الواسع نعم هو أسس النجاح الديني أساسه المحبة إذا لم تكن هناك محبة وود في العلائق فإن النجاح الديني لم يمكن أن يتحقق ونحن نعلم أن مولانا أم المؤمنين طيب الله ثاراها مولانا الحسن الثاني كان في الدروس الحسنية دائماً يستدعي العلماء الأفارقة وهذا امتد أيضاً في عادي مولانا أم المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حيث نجد أن الحضور الإفريقي في تفكير المغربي وفي الطائر المغربي في مجال الشأن الديني حضور له وزنه وله قمسه فما كان من التجاوب في الدول الإفريقية هو أن يطلبوا من الدولة المغربية بقيادة مولانا أم المؤمنين أن يطلبوا المدد في هذا الشأن لسأطير شأنهم الديني بما نحن عليه في بلدنا أستاذ عبد الكامل أبو العمان وأنطلق مما انتهيتم إليه أستاذ سعيد خمسي المجال الإفريقي هو معروف أنه هو مجال تنافس اقتصادياً هو سوق ديني سوق اقتصادي على الأقل لنتحدث عن الاقتصاد وهناك تنافس كبير بينهم وهناك أيضاً تنافس على عقائد الناس وتنافس على مذاهبهم وتراثهم وتاريخهم وأشياء من هذا القبيل ما أهمية هذا العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة من أجل تحصين خصوصية النموذج الإفريقي في التدين وفي العلاقة أيضاً بالإسلام وبالقرآن كما قلت سابقاً قلت بأن البعركة هو واجب شرعي على عاتق إمارة المؤمنين يعني الأمر يعني قائل مستوى هو واجب شرعي على عاتق إمارة المؤمنين على اعتبار أن الرباط الروحي الذي يجمع إمارة المؤمنين بالأفارقة يستوجبوا الاشتغال يعني هذا أمر أعتقد أنه شرعي يعني كبر من السياسي وكبر منه شيء آخر الأمر الثاني هو أن إفريقيا التي تعرضت للاستعمار يعني الاستعمار ليس فقط الجيوش أنا ديما تنربط هذه القضية هذا التعبير اللي كنت نقوله في هذا البلاطو على الصحراء المغربية نقول بأن تعبير دي الأرض خلاء هو تعبير مهين أكثر منه قبل أن نفصله فيه هو تعبير مهين فإفريقيا تم التعامل معها في واحد الوقت على أنها أرض خلاء من ناحية التقافية علما أن نعرف أن إفريقيا هي الأغنى في العالم من ناحية الغنى التقافي أكثر من ألفين لغة أكثر من ديانة المسيحية والإسلام لذلك أنا سأل أهمية عمل المؤسسة في باب تحصين هذا الإرث بالتالي وتنقر كثيرا على التعاطي الأوراق التي تكتب على مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة هناك الكثير من الباحثين ومن ينسبون إلى حقول البحث في المؤسسات من يريد قياس أو مقاربة أو قراءة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة بالمنظمات الدولية يعني تيبغي احطها في هذا التقابل وهذا خطأ يعني خطأ منهجي علمي من الانطلاق لأن إحداث أو خلق المنظمات غالبا يكون من ورائه المصلحة إما السياسية أو الاقتصادية أو جيوستراتيجية أو غيرها لكن هذه مؤسسة يعني وضحة مسترلول ديالا أنها مؤسسة لحماية الهوية الثقافية والدينية للأفارقة وتشتغل على المشترك ما هو يخرج من المشترك مش عملها وهذا أساسي لما تتكلم وتتكلم السادة العلماء على النموذج المغربي مش نقول هو منشي نموذج مغربي هو نموذج إنساني إحنا يلم مغربة ننصفه أما هو نموذج سيدنا رسول الله لما تنقل الوساطية فالوساطية ليست مفهوما دينيا عند نحن المغربة هي مفهوم أنتروبولوجي حتى اليهودية المغربية هي يهودية وسطية لما تتقرأ التراث اليهودية المغربية هو تراث وسطي لما تتقرأ الشأن السياسي بالتالي الوساطية هي ميزة أنتروبولوجيا للمغربة الأمر الثاني هو أننا لا نكفر لا نكفر أحدا هذي المفهومين اللي هم مفهومين روحيين ما يعنيه في الحياة السياسية واجتماعية أن عندهم قابلية للسفر لأنه لا يمكن إذا كنت نكفرك لا سنديل معك لا حوار لا سنزيدوش والتكفير ليس فقط بالمعنى الديني لأن المفاهيم الروحية أحيانا تتحول إلى مفاهيم سياسية واجتماعية تصبح معاملات تنرفضك تترفضني بالتالي مؤسسة محمد السادس للعلماء في اعتقادي النظر إليها ليس بالمعنى التقليدي لمؤسسات الدولية بالمعنى الروحي ونفس الذي نقوله على إمارات المؤمنين بأنها مؤسسة ليست مؤسسة بالمعنى المادي هي مؤسسة بالمعنى الاجتماعي لكن هذه المؤسسة أيضا تشتغل في فضاء إفريقي تشتغل في فضاء إفريقي فيه حروب عقدي وفيه تصرف وفيه قوى سياسية وفيه قوى تدعم تطرف وإرهاب أشياء من هذا القبيل الآن في إفريقيا قلت يا سي محمد هي واحدة سوق كبيرة فيها التشييع اللي يشتغل بشكل قوي أعتقد سنوات ونحن في ميديان نتحدث على الولوج الإيراني الإفريقية ليس من زاوية الاقتصاد بل من زاوية التعليم الديني هناك جربة أدخلنا في تفاصل التجارب هناك توركيا تتنزل بقوة هناك دول الخليجة تتنزل بقوة الذي أقصده أن هناك تحديات بمعنى أن الآن أن كل هذه النماذج هي نماذج دخيلة على إفريقيا بالتالي النموذج التي تتقدمها مؤسسة محمد سادس ليس نموذج جيبه من خارج هو نموذج إفريقي إفريقي كما سردوا السادة العلماء على أنه فيه بناء تاريخي فيه بناء هوياتي تطور ونحيط وخضع الضروف الطبيعية والإنسانية ليصبح نموذجا للتعايش الإنساني لتبجج علاقات علاقة الإنسان بالله عز وجل وعلاقة الإنسان بالإنسان بالتالي مؤسسة محمد السادس ليست طرفا سياسيا في العملية لهذا قلنا أن المعركة ديالها هي معركة حماية ما هو موجود أصلا لأن المنتي تكلموا السادة التي تخصصهم هذا والجميل هو أن جزء من الاشتغال للمنظومة الدينية المغربية والمعاهد الملاكي للدراسة التاريخية لأنه إعادة قراءة التاريخ وإعادة تتبت من الأحداث التاريخية يعطينا القدرة على القول لأن هذا النموذج الآن يعود ثم واحد القضية الآن حجم العنف بدأ ينزل في جموعة المناطق التي جاءت لها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارحة وهذا أساسي الآن مؤسسة محمد السادس لا أستحبوش لا أستنظره غير القرآن المؤسسة تشتغل على الجواني بالتنموية على الجواني بالتكوين الناس في اللغة على تكوين الناس في المهارات الحياتية بمعنى أنها تريد أن ترجع الإنسان الإفريقي إلى إفريقيته وعطفا على هذا الكلام أيضا شكرا لك أستاذ سعيد أستاذ محمد البخاري من خلال تجربتكم وأنتم أيضا من الفاعلين في هذه المسابقات القرآنية في عموم إفريقية وشاركتم في نسخ سابقة ولعلا كنتم تشاركون في نسخ المقبلة صحيح أن هناك مشترك ونراه من جانبنا كيف تلمسون الرؤية التي ينظر بها الآخرون الأفارقة في البلدان التي اشتغلتم فيها إلى هذه العودة إلى الأصول الإفريقية أيضا فيما يتصل به القرآن الكريم وعلومه وقراءاته أيضا نعم هو إفريقيا وغير إفريقيا في كل العالم دائما هذا مجال القرآن ومجال القراءات لا بد أن تعود فيه إلى المغرب لأن أئمة هذا الشأن وكبار أئمة المذاهب القرائية تاريخيا كلهم كانوا مغاربة كأبي عمرين الداني مكي بن أبي طالب القيسي بن شريح المهدوي هؤلاء كلهم في المغرب الكتب المقررة التي من خلالها نحفظ القراءات والمنظومات كلها منظومات مغربية في القراءات السبعي يعني وأيضا في الرسم وفي الضبط هذا علم مغرب علم القرآن يعني وعلم رسم علم قراءة القرآن وعلم رسم القرآن يعني كاد يكون اختصاصا مغربيا وإذا ككل من يدرس هذا العلم فهو يرجع إلى المغرب تاريخيا وحتى اليوم مشيخة الإقراء عندنا في المغرب وشيوخ الإقراء وحتى الدراسات الآن في هذا المجال وفي مجال القرآن والتكوين المتخصص في هذا المجال من خلال معهد محمد دينستيس القراءات والدراسات القرآن هذا نموذج يحتدى والآن مطلوب وعليه الطلب يعني إفريقيا وحتى من خارج إفريقيا ففي هذه المسابقات يعني هي فرصة ليست للتباري والتسابق فقط وإنما للتلاقي مع القراء ومع الطلبة وأيضا إقامة روابط وهذا في كل نشاطة المؤسسة كل هذا لأن المؤسسة هي كيف تدبر هي لا تدبر سياسيا أو كذا هي فيها مجلس أعلى يعني يتكون من علماء المؤسسة ومن رؤساء الفرع الذين هم يمثلون مشيخة العلماء في تلك البلدان وهم الذين يجتمعون في مجلس أعلى للمؤسسة سنويا ويضعون برامج العمل على طول السنة ويعني حسب احتياجاتهم وحسب ما يرونه مناسب لبلدانهم وحسب ما يبدو لهم من خلال معرفتهم بواقع بلدانهم فهذه المسابقات أيضا أولا تشاهدوا إقبالا كبيرا ويشاركوا فيها عندنا مرحلة إقصائية يشاركوا فيها العشرات وقد تبلغ المئات في بعض الفرع على حسب الدول وعندنا مرحلة نهائية في ثلاث فرع يعني تقريبا في كل فرع حوالي يعني 48 متسابق لأن في كل فرع يمثلوا بقارئ يعني كل فرع من فروع المؤسسة يمثلوا بثلاثة قراء في ثلاثة فروع للمسابقة من كل بلد للمؤسسة فيه فرع فالنهائيات في الغالب يعني يفوق عدد مشاركين فيها يعني يقترب من 150 أو 140 متسابقا وهؤلاء يتعرفون إذا جاءوا إلى المغربي وإذا التقوا مع أيضا مع الأساتذة ومدلجان التحكيم يتعرفون أيضا على المعاهد التي هنا سواء في التعليم العتيق أو معهد محمد السيس القراءات أو معهد محمد السيس التكوير الأئمة المرشدين ومؤسسات جامعة القرويين ومنهم من كانت هذه المسابقات سببا في تعرفه وفي يعني مواصلة دراسته أيضا العلماء والأساتذة يلتقون في هذه المؤسسات ويتبادلون يعني الخبرات ويستفيدوا بعضهم من بعضين وهم أيضا في شوق للقاء كثير لأن الشيوخ الآن في القراءات في المغرب يعني كثير منهم مراجع عالمية ليسوا شيوخا في الإقراء فقط في حدود المغربي وكثير من مؤلفاتهم ودراساتهم وكتبهم يعني هي أساس في مجال البحث هذا أيضا جانب مهم من إشعاع هذه التجربة هم المقرؤون المغاربة والشيوخ المغاربة نعم المقرؤون المغاربة ثم مما يتميز به هذه المسابقة أنها أيضا شجعت على الإتقان رواية ورشين من طريق الأزرق وأيضا شجعت على ضبط الاختيارات القرائية في الوجوه على وفق اختيارات المغاربة وأيضا التعرف على تراث مغربي في هذا الباب وعلى منظومات ومقررات كل ذلك يسألون عنه ويستفيدون فيليست مسابقة للعرض فقط وإنما يكون فيها العرض ويكون فيها أيضا التعلم ويكون فيها التعرف على كثير من المعارف الأساسية في هذا الباب شكرا لكم أستاذ محمد البخاري وستاذ عبد الكامل بول عمان هل ذكرتم في استهلال حديثكم السابق أنه هناك لحظتان مهمتان في الواقع أو مركزيتان في هيكلة لنقول الجانب الديني في المغرب 2004 و2015 هناك طبعا إصلاح وهيكلة في البعد المحلي وهناك أيضا إصلاح وهيكلة في رؤية الاستراتيجية الإفريقية أو العلاقات مع إفريقيا أيضا ما هي خصوصية هذه الاستراتيجية؟ استراتيجية العمل لفائدة إفريقيا لفائدة علاقات التعاون الديني مع إفريقيا نعم فيما يخص إعادة هيكلة الشأن الديني أو الإصلاح الديني في المغرب هو إصلاح مستمر من حيث تمظهراته ومن حيث التوجهات ومن حيث المتغيرات التي يمكن أن يواجهها ومن حيث المستجدات أما من حيث التوابت فهي تابتة فالشأن الديني ولله الحمد في المغرب عندنا محصن بتوابت هي التي تعطي لهذا الشأن قوتان واستمرارا في الحضور وفي الوجود ولذلك كانت تجربة التديون المغربي في تجليته كما أشر الأستاذ أنتروبولوجيا من النحية التقافية ومن النحية الاجتماعية ومن النحية السلوكية مبنية على الوسطية والاعتدال وهذه الوسطية والاعتدال يؤصلها أو تؤصلها العقيدة الأشعارية مذهب أبي الحسن الأشعاري متوفى سنة 324 هجرية وهو المذهب المبني على أصول سنية بسطها لإمام أبو الحسن الأشعاري بمنهجه بمنهجه ليسر هذه العقائد للعقول والأفهام ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال مذهب أبي الحسن الأشعاري لا تكفر أحدا من أهل القبلة لا تكفر مرتكبة كبيرة كما يفعل الخوارج وكما تفعل بعض المذاهب الكلامية هذه الجرثومة الخطيرة الجرثومة التكفير عندما تنتشر في مجتمع إسلامي فإنها تفتيك به فتكا كبيرا ولذلك أصبح أفريقيا ترى في النموذج المغربي مددا لها في إحداث هذا التوازن داخل هذه الدول الإفريقية على مستوى التديون لماذا؟ لأننا في قاطرة التنمية لا يمكن أن يكون التديون معارضا للتنمية لأن الدين جاء لخدمة الإنسان الدين جاء لإسعاد الإنسان الدين جاء لإرساء قواعد الحياة الطيبة ولذلك من التطلعات الجديدة في شأن الديني ما يرومه المجلس العلمي الأعلى في هذه الخطة الجديدة التي خطة تسديد التبليغ فعندما ترجع إلى تاريخ المغرب خصوصا في عهدي مولانا أم المؤمنين محمد السادس حفظه الله تجد هناك اجتهاد مستمر لا ينقطعه هناك استمرارية وهذا جانب صحي فإفريقيا بمكوناتها ترى هذا النموذج وليست إفريقيا وحدها العالم كله يشهد على المستوى الذي بلغه المغرب ولله الحمد في الأمن والاستقرار لا يمكن لأي حضارة ولأي نهضة أن تنطلق بغير أمن وبغير استقرار ومن أهم صور هذا الأمن تحقيق الأمن الروحي لأن الأمن الروحي إذا وقع فيه اختلال وقع تصادم في العقليات وقع تصادم في التفكير حدث تكفير متبادل وبالتالي سيقع التشردهم وليد الله تعالى قال وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ فالنموذج المغربي حصا بهذه الثوابت كذلك في المذهب المالكي المذهب المالكي من النحية الفقهية خصوصا في المجال التعبدي هناك طريقة واحدة في أداء هذه العبادات تجعل عامة الناس لا ينكر بعضهم على البعض الآخر فرغم أن هذه التورة الإلكترونية في عالم الافتراضي في اليوتيوب إلى غير ذلك لم تأخذ منها شيئا لماذا؟ لأن المغرب قوي بثوابته ولله الحمد لا يمكن أن تزعزعه مثل هذه شكرا لكم سيد عبد الكامر أبو العمان وأنطلق في الواقع مما ذكرتم موستساعد الخمسي هناك ميزة في الواقع في نموذج المغربي وهي هذا الحفاظ على الدين في ظل إمارة المؤمنين وثوابت الدين ومن ثم القيام على أمر الدين أيضا في إفريقيا وهذا تلازم أو اقتران يشكل خصوصية في المغرب القيام على الدين والحفاظ عليه محليا ومن ثم القيام على شأنه أيضا في إفريقيا هو السي محمد وهذا حديث هو تجدر الحديث على الاستراتيجية لأن القيام على الدين هو مفهوم نظري إلى خليناها سائبة كلها شيء غير نزل لا تتفاهمه شيء فشيء بسيط فبابلوك به لهذا وأنا دكتورتي تتكلم وأنا سنقول فحقها تشير درنا في 25 سنة وربع قرن من الحكمة والحكم في المجال الديني كونها الزينة نيشا يعني الطريقة باش فكرنا درناها في قطاعات أخرى كون مع فيه نوصلنا كون درناها في قطاعات أخرى علاش لأن ما تأمل ده بالمشاهد الديني في المغرب غيرت لقاها قام على وحة الخمسة دي الأشياء قبرى يعني من من 2004 إلى الآن الأمور ما يسمى بالأطور المرجعية اللي هي مؤسسات عدنا واضح عدنا 12 مؤسسة المجلس العلمي الأعلى المجلس المحلية مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة جميع عدنا 12 مؤسسة مدبوطة وغير متداخلة ومتكاملة ومنسجمة وكل وحدة في أن تتشتغل واللي بلوا بأن ما متداخلها شرح يخصوه بشي يرجع عقرة بشي عرف بأن نرى كل مؤسسة على ثغرين من تغور يعني هذا الباب هذا الأطور النصوص القانونية مضبوطة عدنا يدونك الأطور المرجعية عدنا محسومة وتتجدد يعني نرى ماشي وحدة يسحبوا إصلاح مشي غني صلحون نسدهم شي هي عملية مستمرة في الزمن الأمر الأول والدليل هو الآن نقاش لعلامة دونة الأسرة يعني كيفاش ترفعه جلالة الملك يعني ترفعه جلالة الملك وجلالة الملك بمعنى أنه داخل في هذه الدينامي داخل في العقل طبعا في حق بحق للدين داخل في هذه لعقل المتجديد هي قضايا مستجدة هي قضايا فيها نقاش شاف فيها المجتمع شاف فيها الفرقاء المدنيين السياسية للمجتمع المدني والآن يعني المرحلة ديال إمارة المؤمنين ديال العلماء شو يقولون فيها ذو الأطور المرجعية إلا مشينا البنية التحتية والآن إحنا الناس يتكلمون الاثتياب البنية التحتية ما communications الأن الذي كان هناك في المغرب هي المساجد التي كانت في 60 و 70 الآن كان هناك بنية تحتية حقيقة على مستوى أماكن العبادة وعلى مستوى أماكن تدبير الأشياء الديني على مستوى الموارد البشرية والكفاءات الآن رский التعبير الشعبي كانت تقوله الفقي الآن كان التعبير المجازي الذي سنجمعه فيه العالم و الإيمام كلهم رسمكم الفقي الآن لدينا موارد البشرية tumult đạiigue عندنا موارد بشرية حقيقية يمكن لك تصنفها هدو في القرآن هدو في الفتوى عندنا الأمر ديال الفتوى والإفتاء المجهود اللي يدار فيه المغرب استثنائي وباش تطلع على المغرب ستطلع في جوان خراء على فوضى فوضى الفتوى حتى أن بعض الدول اللي تطلعوا في الإعلام الرسمي دياله فتاوى متناقضة وعندنا الأمر الخامس في الاستراتيجية اللي هو الإشعاع الروحي اللي هو خاصية مميزة للمملكة المغربية نحن بخير مستدعين لما يتسدش لأن الطبيعة لهذا البلاد خلقها الله هكذا اللي تشع بالتالي تبان بأن هذا التنظيم اللي فيه ما هو بنية احتية وفيه ما هو بنية فوقية هو اللي تعطينا الآن واحد النساق عام للجهاد الآن في داخله نطورهم الداخل ولكن البناء ما تنظنش غنديروا كتر من هادشي في الهياكل الكبرى اللي ما يمكن أن نسميه باستراتيجيات الروحية لمملكة المغربية مع إفريقيا ومشي إفريقيا رأينا المجلس العلمي للعلماء الأوروبا بمعنى المجلس العلمي الآن لدينا شكل من أشكال التنظيم في شمال أوروبا ديال العلماء بالتالي هاد الخاصية هي خاصية مغربية ليست فقط وندي ما تنقل ليست مرتبطة فقط بالشق الديني هي مرتبطة بالعقل المغربي أنه ميال إلى التنظيم ميال إلى انضباط ميال إلى لنذكر الروح ديال العنف هي اللي تتبان في هذه الأشياء هذه شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد خمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات على مشاركتك معنا نشكر أيضا الأستاذ محمد البخاري الأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية وعضو المجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط على مشاركته القيمة معنا نشكر أيضا الأستاذ عبد الكامل بولعمان عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط على مشاركته القيمة معنا وأشكركم مشاهدين الكرام على المتابعة في هذا البرنامج الخاص الذي تجدونه على موقعنا الإلكتروني ميديان تيفي دوت كوم وعلى منصاتنا الرقمية الأخرى شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء